بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله رجعنا لحضراتكم تاني ولسه بنتكلم عن دروس من تحويل القبلة ربنا يقول لسيدنا النبي في الآية اللي بعدها على طول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون يا سلام على هذه الآية الكريمة المباركة ويمكن أنا اتكلمت عن جزء من هذه الآية في حلقة الإنبارح إنه ربنا حقق مراد النبي دون أن يطلب بلسانه قد نرى تقلب وجهك في السماء لما سيدنا نبي تكلم مع سيدنا جبريل سيدنا جبريل قال له إنما أنا عبد أطلب من الله فلم يطلب النبي بلسانه ولكن الأمر جال في خلده وفي قلبه وفي خاطره فصارع مولاه في إرضائه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام يقال أنه استدار في صلاته من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام ركعتين جاهة المسجد الأقصى وركعتين جاهة المسجد الحرام والصحابة فعلوا ذلك يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون فاستدار الصحابة جهة المسجد الحرام فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة طيب هيتكلموا بقى اليهود وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربك وما الله بغافل عما يعملون ده ربنا يقول لي سيدنا النبي لا تنشغل بما يقولون هم سفهاء والسفهاء يتكلموا ويخوضوا في حقق وهم يتأكدون أنك على الحق وأن قبلتك هذه هي الأفضل فأنت ومن معك من أصحابك توجهوا في الصلاة جهة المسجد الحرام آية ثانية بعدها ربنا يقول لي سيدنا النبي ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين هم لن يتبعوا قبلتك وورد في الحديث أنهم يحسدوننا على القبلة ويحسدوننا على يوم عرفة ويحسدوننا على قول آمين خلف الإمام كل دي دروس من تحويل القبلة العبرة منها ليثبت الله الذين آمنوا ويضل الله الظالمين العبرة من كل هذا أن الله جل وعلا حقق مراد نبيه دون أن يطلب بلسانه وده إن دل يدل على إيه على منزلة سيدنا رسول الله عند الله سيدنا النبي له فضل عظيم عند ربه جل وعلا وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق أفضل من كل الخلائق من الملائكة من الأنبياء من المرسلين هو خاتم الأنبياء هو لبنة التمام ومسك الختام صلوات ربي وسلامه عليه ربنا يثبتنا وإياكم على الإيمان وعلى الحق وأن نكون موقنين بما حدث لسيدنا رسول الله لأن هذا إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبما جاء في القرآن وبما جاء على لسان سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم ربنا يحيينا ويمتنا ويثبتنا على هذا القول وعلى هذا اليقين أولو آمين